عبر صبر الموادم بتاز في وقفة احتجاجية أسفها ضد قريمة مقتل السيد مؤيد الحميدي الموظف الضف الأممي والذي اغطيل في التربة وفي بيان يؤكد بأن هذه القريمة استهدفت تاز المحاصرة وتستهدف الموقف الإيجابي للمنظمات تدين السلطة المحلية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع بمديري الصبر الموادم محافظة تعز بأشد عبارات الإدانة قريمة الاغتيالة القبانة التي استهدفت حياة مؤيد حميدي مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز أثناء تواجده في إحدى مطاعم مدينة تربة لتناول بقبة الغداء ظهر يوم الجمعة 21 يوليو 2023 بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين وإذ تعتبر السلطة المحلية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع بمديري الصبر الموادم عن بالغ أسفها وتعازيها لأسرة الراحل مؤيد حميدي ولزملائه في برنامج الغذاء العالمي وكل المنظمات والهيئات الجولية والمحلية العاملة في مجال الإغاثة والإنسانية فإنها تؤكد بأن الرصاصة التي استهدفت الراحل إنما استهدفت قلب تعز المحاصرة قراء الحرب والحصار كما أنها تستهدف الموقف الإيجابي للمنظمات تجاه تعز ومكاسبها التي حققتها بتضحيات قسيمة في كل المقالات وترسيح مضاء أهر الدولة واحترام حقوق الإنسان كما طالب المحتقين إلى سرعة قبض القناة وإحالتهم للعدالة لأن ما جرى منهم هدد المواطنين الخطر وخصوصا حالة المواطنين اقتصاديا متعبة بسبب طول أمد الحرب باسم أبناء مدينة الصبر المواديا من مشايخ وعقال وشخصيات اجتماعية وحزاب سياسية ندير العمال الإرهابي الذي استهدف مندوب الأمم المتحدة ومؤيد حميدي في مدينة التربة ونطالب للجهات المختصة بسرعة ضبط القناة وهي حالتهم للعدالة كما نعزي أسرة الشهيد مؤيد الحميدي ونعزي كل العاملين في الممتحدة ونطالب بسمراء لغاثة مدينة التعز كون مدينة التعز مدينة محاصرة مدينة السنوات وهذه الحالة ستؤثر على حالة المواطنين وحالة المواطنين المادية وصلت إلى مرحلة لا يحساد عليها مجرية لا يحساد لها كون العملة اليمنية أصبحت منهارة وأصبحت الحالة المعيشية للمواطنين حالة معيشية سيئة وكذا أشارت اللقنة المجتمعية عن أسفها لما يجري لأنه لا يمثل مدينة التعز فهي تستنكر ما يجري بوقفاتهم المتعددة وكذا رأي الشارع الذي لا يختلف عليه الجميع بأنها القريمة التي لا تمثل تعز السلام من بين دمار محافظة تعز صبر الموادم كلمة يقولها أبناء تعز وأبناء صبر بأن الاغتيال لا يمثلهم فهم بلد السلام والأمان والحياة والحرية